اهلا وسهلا بكم عزائي طالبات وطالبات الصف الثاني الزراعي في بردميكم في بيتنا مدرسة النهاردة ان شاء الله هنكلم او هنشرح مادة هي من اساس مادة او قسم الصناعات الغذائية وهي مادة التكنولوجيا المصانع والمخابز طبعا حضرتك اول حاجة بتتبادر لزهنك اول ما نيجي نقول مادة التكنولوجيا المصانع والمخابز ايه علاقتها بالصناعات الغذائية او قسم الصناعات الغذائية طيب الاجابة سهلة وبسيطة احنا ما بصينا لاسم القسم او لمعنى القسم قسم الصناعات الغذائية فهو في الاساس قسم معتمد على تصنيع المنتج الغذائي واحنا هدفنا في التعليم الفني الزراعي ان احنا نخرج طالب متكامل طالب زو قيمة عالية سواء كان قيمة علمية او قيمة عملية يقدر يتعامل مع متغيرات اللي اللي بتوجهه في مستقبله ان شاء الله بعد التخرج فمادة تكنولوجيا المصانع والمخابز هي مادة بتؤهلك لجمع معلومات انك ازاي تقدر تتعامل مع الالات ومع المنشآت الصناعية اللي بتشتغل فيها او اللي انت ان شاء الله بتديرها او بتشغلها وكذلك ازاي بتقدر تتعامل مع العمال والموظفين اللي موجدين داخل هذه المنشآة فاذا مادة تكنولوجيا المصانع والمخابز هي مش مادة تعتبر غريبة علينا او مادة احنا من ضفالك عشان نزيدك معلومات ملهاش لازمة لا بالعكس احنا منزيدك معلومات علمية ومعلومات عملية تقدر تتعامل فيها في المستقبل ان شاء الله لما تتخرج ازاي تقدر تشغل زي ما قلنا المنشآة اللي انت فيها سواء كان مصنع او مخبز وازاي تقدر تشتغل مع الالات وازاي تقدر تشتغل مع العمال بحيث انك تقدر تكون تفيد نفسك ماديا وتفيد ان شاء الله بلدك ماديا بعد كده في المستقبل طيب نقدر او نبدأ نشرح درسنا النهاردة ونقول ايه هي اهداف تعلم مادة تكنولوجيا المصانع والمخابز طيب الاهداف العامة لتدريس المادة اول حاجة عندي الاهتمام الكبير الذي تشهده الصناعات الغذائية من الدولة والثورة التكنولوجية المتطورة فيها زي ما احنا شايفين كل يوم عندنا في مصانع جديد بتنشأ كل يوم عندنا في منطق زراعية جديدة بتكون موجودة كل الحاجات دي كلها بتبقى موجودة عندي الدولة بتبدأ تطورها وتبدأ تنشئها فاذا الدولة في احتياج دائم ومستمر لفنيين وناس مهرة يبدأوا يشتغلوا في المصانع دي ويبدأوا يشغلوها ويوقفوها على قواعد سليمة علشان ما يحصلش عندنا اي خسائر بعد كده في المصانع اللي احنا بنشتغل فيها تاني هدف عندي التطور التكنولوجي الذي يشهده مجال التصنيع الغذائي والمخابز لسد الطلب على المنتج الغذائي طبعا احنا عارفين احنا قلنا ان في الصناعات الزراعية في الصف الاول ان حاجة حاجة الانسان للصناعات الغذائية كتر عدد السكان فبقينا نحتاج ان احنا نوفر صناعات غذائية عشان نبدأ نوفر اكبر كم ممكن من المنتج الغذائي للناس طيب التوفير الكميات الكبيرة من المنتج الغذائي ده لو انا اقدرت اعتمد على الطاقة البشرية فقط انا مش حاضر اكفي فانزان انا لازم ابدأ اعتمد على الات تزيد من كمية الانتاج تمام علشان تبدأ تسد الحاجة السكانية او الكسافة السكانية اللي بتزيد طلب عندي يوم بعد يوم للمنتج الغذائي طيب تالت حاجة عندي معرفة الاشتراطات الصحية الخاصة بصناعة وتدول غذاء اه انا في الاهل المادة هنا بديك الشروط والقوانين اللي بتحطها الدولة وبقولك ازاي تراعيها وازاي تاخد بالك منها علشان تبقى لما تيجي تتخرب ولما تيجي توصل ليه ان شاء الله للحياة العملية بتاعتك تبقى عارفها وتبدأ تمشي بيها في الخطوات الصحيحة ان شاء الله في مستقبلك تمام تمام اسس تشغيل وصيانة ونظافة الالاب بالمصانع والمخابز طبعا ده برضو ازاي بتقدر تشغل الالات ازاي بتقدر تتعامل معاها ايه هي معرفة الصيانة بتاعتها ازاي اقدر اتعامل معاها بشكل سريع لان احنا عارفين ان الالات دلوقتي معظمها بيشتغل عن طريق الحوكمة او عن طريق الحاسب الالي او الكمبيوتر ان انا بديها اوامر معينة بتاخد المنتج كمادة خام بتاخد المواد الخام من المنتجات الزراعية وبتحولها لي في النهاية الى مواد او منتجات بتقدر بنقدر نستفيد منها او منتجات زراعية منتجة بنقدر نحنا نوزعها فاذا ازاي انا اتعامل مع الالات دي معرفة سبل الامان والسلامة في المصانع والمخابز ازاي انا اقدر اقمن مصنعي ازاي اقدر اعمل اماكن مثلا ليه طفات الحريق واماكن مثلا ليه خروج العمال اثناء حالة الخطر او المشاكل لو حصل اي مشكلة في المصانع ازاي اقدر اقمن المصنع بتاعي ازاي اقدر اعمل بوابات معينة لدخول المنتجات بوابات معينة لخروج المنتجات بوابات معينة لدخول العمال وهكذا دخول العمال وهكذا يبقى ازاي اقدر اقمن المصنع بتاعي ازاي اقدر اعمل اسوار إزاي أقدر أعمل تأمين كامل للمنشاقة بتاعتي بحيث أنه ما يحصلش فيها أي مشاكل أثناء العمل طيب تحديد أماكن المخازن والآلات وقطع غيار وأدوات الصيان إزاي أنا أقدر وأنا بنشئ المصنع أو أن أنا بعمل المنشاقة الصناعية الجديدة عندي إزاي أقدر أحدد أماكن المخازن اللي بحط لها بقول آه هنا هنعمل المخزن هنا هنعمل مكان التصنيع هنا هنعمل مثلا مكان قطع الغيار وهنا هنعمل مثلا لو عندي آلة حصل فيها تلف أو حصل فيها مشكلة بشيل الآلة دي وعملناها صيانة في مكان معين بحيث أن أنا ما أصرش على عجلة الإنتاج بتاعي ووقف التصنيع بشكل كامل يبقى إزا أنا من أهداف المادة دي بعرف كل أو بتدريسي للمادة دي بعرف كل ما يلزم لتشغيل المنشاقة الصناعية بعرف كل ما يلزم لتشغيل المنشاقة الصناعية اللي بتنتج المواد الغزائية طيب دي الأهداف العامة لتدريس المادة زي ما قلناها هي الاهتمام الكبير بالدولة التطوير التكنولوجي معرفة الاشتراطات أسس تشغيل وصيانة ونظفة الآلات معرفة سبل الأمان والسلامة تحديد أماكن المخازن ننتقل بقى للدرس الثاني أو للوحدات بتاعتنا وهي الاشتراطات الصحية عند إنشاء المصنع طيب ده الوحدة الأولى عندي طيب إيه هي أهداف الوحدة؟ أول حاجة إن أنا بعرف الطالب الشروط الواجب توفرها عند اختيار وإنشاء المصنع تاني هدف عندي تعريف الطالب ببعض البرامج الصحية وده إن شاء الله اللي حنشرحه في استكمال وحدات الدرس يبقى ده الهدف من أول وحدة عندي في الدرس أو في الكتاب اللي هو الاشتراطات الصحية عند إنشاء المصنع قلنا أهدافه إيه؟ اللي إحنا قلنا عنيها هو أن أنا عرفك الشروط الواجب توفرها عند إنشاء المصنع واختياره تاني حاجة تعريف الطالب بعض البرامج الصحية اللي ممكن تطلب مني أثناء إنشاء هذا المصنع طيب نبدأ نيه نستعرض بقيت أو نعرف بقيت استكمال بقيت الوحدة عندي أول حاجة عندي وده حاجة أساسية بتجيلي في الانتحان شقرة التعرف على البرامج الصحية طيب إيه هو تعريف البرامج الصحية؟ هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والشروط الأساسية اللازم تنفذها لضمان سلامة الغذاء داخل المنشأة الغذائية أثناء الإنتاج والتداول لتقديم منتج غذائي آمن للاستهلاك الأدبي طيب إذن البرامج الصحية هي عبارة عن مجموعة مجموعة من إيه؟ مجموعة من الشروط الأساسية والأنشطة للإنسان أو للفني أو صاحب المنشأة لازم يعملها علشان أضمن سلامة المنتج الغذائي داخل المنشأة وخارج أثناء أن أنا بنقل المنتج الغذائي بعد ما يحصله بعد يعني بنقل الإنتاج بتاعي وبعد أعمله عملية تداول في السوق علشان ما يحصلهش أي تلف أثناء المراحل دي فيحصل أي مشكلة أو أي خسارة سواء كانت مادية أو أدمية يتؤثر على الاستهلاك بتاع المنتج يبقى إذن هي البرامج الصحية عبارة عن الشروط أو القوانين اللي بتحطها الدولة علشان أبدأ أضمن سلامة المنتج الغذائي بتاعي سواء داخل المنشأة الغذائية أو أثناء التداول علشان ما يحصلش أي تلف للمنتج الغذائي فيحصل أي خسائر مادية أو خسائر بشرية لاستهلاك هذا المنتج طيب نبدأ بعد كده نقول البقية الدرس البرامج الصحية البرامج الصحية هي دي بقى أساس المعرفة وأساس التكنولوجيا أو الأساس اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه في بقية الدرس بس قبل ما نشرح الدرس بتاعنا أو قبل ما نتكلم في البرامج الصحية المطلوبة مني علشان أبدأ أعمل المنشأة الصناعية بتاعتي لازم أكون عندي بعض التعريفات اللي أكون ملم بيها علشان التعريفات دي حتقابلني أثناء ما أنا بذاكر الدرس التاعي أو بذاكر الكتاب يبقى أنا عندي ملمة بعض التعريفات أو المعاني دي ما يحسش أنها حاجة جديدة علي أو غريبة علي أثناء مذاكرتي طيب أول تعريف عندي هو سلامة الغذاء سلامة الغذاء هو عبارة عن احتفاظ السلعة أو المنتج بخواصه وجودته مع عدم حدوث ضرر صحي للمستهلك طيب ده تعريف سهل وبسيط سلامة الغذاء هو عبارة عن إذا ما قلنا هو عبارة عن احتفاظ السلعة الغذائية بالقيمة الغذائية لها وجودتها مع عدم حدوث ضرر صحي للمستهلك أو ضرر صحي أثناء نقل أو تداول المنتج الغذائي طيب تاني حاجة عندي المنشأة الغذائية المنشأة الغذائية هي أي مبنى مكون يستعمل لإنتاج وتشغيل وتصنيع وتعبئة وتخزين وتوزيع السلعة الغذائية يبقى أنا عندي المنشأة الغذائية فيها أكتر من تابع لها أو أكتر من مجال لها أول حاجة عندي مبنى أو مكان المصنع أو المكان اللي منتج فيه المنتج الغذائي طيب مكان التعبئة مكان التخزين وتوزيع السلعة الغذائية يبقى أنا دا أكتر من مكان اسمها المنشأة الغذائية دا كله بيتحط تحت إطار كلمة المنشأة الغذائية هو عبارة عن المصنع مكان التعبئة أو مكان التخزين المنتج الغذائي طيب تالت عندي تعريف اللي هو متداول الغذاء متداول الغذاء يعني إيه متداول الغذاء؟ هو عبارة عن الشخص أو الإنسان اللي بيعمل عملية تداول للمنتج الغذائي سواء من مكان لمكان أو داخل المصنع متداول الغذائي يبقى أي شخص يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الغذاء يجب عليه تنفيذ متطلبات الشؤون الصحية وسلامة الغذاء يبقى إذن متداول الغذاء ده لازم يكون له شروط إيه هو الشروط؟ إن يكون واخد تصريح من وزارة الصحة بيبقى معاه بطاقة كده معينة مكتوب عليها مصرح له بالعمل في المنشآت الغذائية أو بالعمل مع المنتج الغذائي لازم يبقى معاه بطاقة صحية بحاجة زي كده يبقى إذن هو أي شخص يحصل على بطاقة صحية معينة يكون فيه تعامل مباشر ما بينه ما بين المنتج الغذائي طيب بعد كده حاجة اسمها مصدر الخطر هو أي مصدر يؤدي وجوده في الغذاء بتركيز مخالف من الحد المقبول إلى حدوث ضرر يعني أنا مصدر الخطر ده عبارة عن إيه؟ أي حاجة بتقدر تأثر على المنتج الغذائي بحيث إنها تعمله تلف أو تعمله ضرر في المنتج الغذائي بحيث إن بعد كده يضر أو يضر بالاستهلاك أو المستهلك في النهاية ويبقى مصدر الخطر هو أي تلف أو ضرر بيحصل للمنتج الغذائي أثناء التصنيع أو أثناء التداول وأثناء البيع فالضرر ده بيحصل ضرر للمنتج الغذائي ده فيؤدي إلى حدوث ضرر للمستهلك بعد كده عندي الشؤون الصحية للأغذية هي تلك الإجراءات التي تتخذ تأمين صحة الغذاء والمستهلك في جميع مراحل إنتاج وتداول وتسويق الغذاء الشؤون الصحية الغذائية للأغذية ده عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي بيعملوا متابعة دورية من وزارة الصحة للمنتج الغذائي أثناء تصنيعه وأثناء في الأول تجميعه ثم تصنيعه ثم تدوله في الأسواق يعني هو إنسان متابع من الشؤون الصحية أو من صحة من وزارة الصحة ده بيتابع المنتج الغذائي فيه جميع مراحله علشان يأمن أن المنتج الغذائي ده ما يحصل لوش إيه؟ أي ضرر أثناء التصنيع أو أثناء التداول طيب بعد كده التعريف الأخير عندي حاجة اسمها الرقابة الصحية هي مجموعة الإجراءات الميدانية بهدف متابعة الشروط الصحية في المنشأة الغذائية للتأكد من توفرها وتنفيذها للتحقق من سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات آه يبقى إذا الرقابة الصحية عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا كده أو بشكل مبسط يعبارة عن قوانين أو قواعد أو مواصفات جودة بتعملها الدولة المواصفات أو القوانين اللي بتعملها الدولة دي لازم يقاليها زي ما قلنا فرد من أفرادها وهو مكلف من وزارة الصحة بتابع كل القوانين دي سواء كان المنشأة في المنشأة الغذائية أو في أثناء تداول المنتج في السوق عشان يتأكد من أن الغذاء ما حصلوش أي تلف أو يحصلوا أي تلف أثناء هذه المراحل من الإنتاج ومن التسويق ما يحصلوش أي تلف فيه أثناء المراحل دي بعد كده هناخد البرامج الصحية مجموعة من البرامج الصحية نقول بقى هي مجموعة البرامج التدريبية الأولية أول حاجة عندي يعني إيه مجموعة البرامج التدريبية الأولية هي التي يجب أن يلتحق بها جميع العاملين بدون استثناء وهي أساس وهي الأسس المنبسطة والفعالة في مجال صحة الغذاء ومن هذه البرامج مقاومة الحشرات ومقاومة القوارض والفئران والصحة في صناعة الخدمة في صناعة الخدمة الغذائية طيب يعني إيه الكلام ده أستاذ البرامج التدريبية الأولية زي ما قلنا دي عبارة عن إيه أنا باهتم فيها بأكتر من حاجة أول حاجة باهتم أن يكون عندي الفني أو العامل اللي موجود عندي متوفر فيه الصفات من ناحية الصحية متكملة ما يكونش عنده حامل لأي أمراض ما يكونش عنده أي مشاكل صحية تؤثر أو معدية تؤثر على المنتج الغذائي بيقدر إزاي عن طريقها أأمن المكان بتاعي وإزاي إن أنا بقى بقدر أتأكد إن العمال أو الفنيين اللي موجودين عندي يقدر يتعاملوا مع الحشرات أو القوارض اللي موجودة عندي في المصنع ويقدروا إزاي قوموها من غير ما يحصل أي مشاكل للمنتج الغذائي أثناء تصنيعه بديه البرامج الأولية أو التدريبية الأولية إن أنا بتأكد بتأكد قبل إن أنا معمل المنشأة الصناعية إن أنا منفر أو عامل حسابي للمشاكل دي سواء كان أول حاجة الشهادة الصحية المطلوبة من العاملين أو الموظفين في المنتج أو في المنشأة الصناعية تاني حاجة إزاي إن أنا عندي العمال أو المنشأة الصناعية دي بتقدر تقاوم للحشرات وللقوارد وللمشاكل الممكن أو أي حاجة تقدر تعمل لي مشاكل مع القوانين الصحية اللي موجودة أو التابع لها المنشأة الصحية دي تاني حاجة مجموعة البرامج التدريبية المتقدمة المتقدمة يبقى انا عندي اول حاجة مجموعة البرامج التدريبية الاولية ثم تاني حاجة مجموعة البرامج التدريبية المتقدمة دي بتيجي بعد كده نقول فيها هي برامج يلتحق بها من اتم البرامج التدريبية التطبيقية والامراض التي يحملها الغذاء العناصر والعناصر اساسية طيب يبقى هي برامج يلتحق بها من اتم البرامج التدريبية التطبيقية بقى انا اتأكدت في المرحلة الاولانية او في البرامج التدريبية الاولانية اني عندي شهادة صحية من العامل سليمة مفيش عنده اي مشاكل صحية بيقدر ازاي يتعامل مع اي مشاكل تحصل فيه المنشأة الصناعية من قوارد او مشاكل زي كده بأهله بعد كده بقى ان هو يبقى عارف خصائص المنتج الغذائي خصائص المنتج الغذائي وايه اللي ممكن يعرضه لعملية التلف ايه اللي ممكن يعرض المنتج الغذائي ده لعملية التلف طيب بعد كده بناخد البرامج الاولية للمصانع الغذائية او الاساس في انشاء المصانع الغذائية اول حاجة عندي المباني والمنطقة المحيطة بيها لازم تكون مباني المنطقة الصناعية مبنية على ارض معينة بعيدة عن المناطق السكنية وده حنقوله ان شاء الله في استكمال شرحنا للدرس فحنا حديكم دلوقتي العنوين وحنشرح الحاجات دي كلها بالتفصيل طيب يبقى انا عندي اول حاجة المباني والمنطقة المحيطة بيها تاني حاجة النقل والتخزين وسائل النقل المتوفرة عندي حوالين المصنع سواء كانت وسائل النقل بالطائرات او وسائل نقل بالقطارات او بالسيارات او بالسفن طيب تالت حاجة عندي الاجهزة والمعدات اللي بستخدمها اثناء عملية التصنيع رابع حاجة عندي الافراد العمال اللي انا هستخدمهم في التصنيع التنظيف والتطهير الصحي للمنشأة والالات اللي انا بستخدمها في المصانع اخر حاجة عندي عملية تتبع المنتج من مناطق تصنيعه لحد ما بنشوف ازاي بيتداول في الاصواب نبدأ نشرح درسنا او نستكمل الدرس بتاعنا المبادئ الاولية لانشاء المصانع والمخابز اول حاجة عندي اختيار الموقع للمصنع او المكبس تاني حاجة عندي تجهيز اجهزة ومعدات المصانع والمخابز تالت حاجة الاختيار الايدي العاملة رابعا استخدام الدعاية وطرق التسوق خامسا كيفية التخلص من الفضلات او كيفية التخلص من مخلفات المصنع اللي بتبقى موجودة عندي وازاي ان انا بقدر اتلاشى ان انا عمل بيها عملية تلوث للمناطق المجورلية او للمصنع عندي اخر حاجة عندي مصادر الطاقة والمياه ونبدأ نشرح الكلام ده بالتفصيل او المبدأ عندي زي ما قلنا المبادئ الاولية لانشاء المصانع والمخابز هو اختيار الموقع للمصنع او المكبز طبعا نركز يا جماعة في الكلام دوت لان النقط دي هي بتجلنا في الامتحان يسألك يقولك ايه هي المبادئ الاولية لانشاء المصانع والمخابز وتحدث عن احداها بالتفصيل فده سؤال ممكن يجيلك في الامتحان فاحنا نركز مع بعض احنا بيقولها بشكل مبسط وبشكل سهل هي المادة مش محتاجة منك اكتر منك تقراها او ترجعها مرة واثنين وثلاثة وان شاء الله هتبدأ تلاقي نفسك انت فيها بتجاوب مادة بتخاطب العقل مادة بتخاطب التفكير والتركيز كل اللي عليك ان تصف ذهنك اثناء الشرح او اثناء مذاكرة هذه المادة وتبدأ ترتبها بالورق والقلم زي ما احنا عاملين كده بالزبط فيه اشار حيدا النهاردة بنرتبها بالورق والقلم بحيث ان احنا نبدأ نعرف النقاط المهمة والنقاط التابعة لها لو احنا مع المتابعة والمذاكرة والمراجعة بتاعتنا بنبدأ ان شاء الله نحط اساس للمادة داخل ذهننا وداخل دماغنا من غير ما يحصل لها اي مشاكل او يحصل لها اي نسيان ان شاء الله اثناء الامتحان بتاعك طيب يبقى اي اذا احنا بنتكلم النهاردة او هنشرح دلوقتي المبادئ الاولية لانشاء المصانع والمخابس طيب فدناه كده ايه هي المبادئ احنا شرحناها قلنا ست مبادئ اول حاجة عندي اختيار الموقع للمصنع انا دلوقتي واحد مستثمر او شاب عايز ابني مصنع او عايز اعمل لنفسي مثلا مشروع ابدأ اشتغل عليه وابدأ اجمع انا وزماني نفسنا ونبدأ نعمل مصنع او مخبز مثلا معين علشان ربنا يكرمنا من وراه ونحقق اعلى كفاية مادية يعني اقدر احقق منه اقدر استفادة اكبر استفادة مادية منه طيب ايه هي اللي انا عايز اعمل مصنع ايه الشروط الاساسية بزهني كده ايه الشروط الاساسية في المصنع اللي انا عايز اعمله اول حاجة عندي ايه اول حاجة طبعا هو اختيار مصدر او اختيار المكان بعيد عن الروايح وبعيد عن المناطق اللي فيها ادخنة او مشاكل ان ده هيحصل لي انه هيأثر على المنتج الغذائي اللي انا بشتغل عليه تمام طيب اننا يكون بعيد عن المستنقعات وبرك المية طبعا لان الحاجات دي بتبقى ايه بتبقى مصدر خصب جدا لنمو الحشرات والمشاكل والقوارض وهو كلام ده كله اللي ممكن تأثر لي على المنتج الغذائي يبقى عندي ام حاجة ان يكون بعيد عن الروايح الكريهة وبعيد عن الادخنة اللي ممكن تأثر لي على المصنع وبوكن تأثر لي على المنتج الغذائي تاني حاجة ان يكون بعيد عن بيرك المية والمستنقعات والاحراش والكلام ده كله علشان دي كلها ارض خصبة او مواد خصبة او مكان خصب لنمو الحشرات ونمو القوارض اللي ممكن تعمللي والزواحف اللي ممكن تعمللي مشكلة في المنتج الغذائي لو حاجة فيها لقدر الله دخلت او حصل لها في المخازن او دخلت فيه المنتج الغذائي فهتعمللي مشكلة للمنتج بتاعي طيب انت توفر بالموقع الماء الصالح للشرب طبعا انا عندي عمال شغالين في المصنع وعندي منتج بشتغل عليه في المصنع فلازم ان يكون عندي مكان صالح للشرب سواء للعمال او صالح ليه استخدامه في عملية التصنيع الغذائي باستخدامه في عملية ايه ان انا بكون المنتج الاساسي للعجين لا يتعرض للسيول او الفيضانات لان لو حصل ان انا انشأت المصنع بتاعي دوت او انشأت المخبز بتاعي دوت فيه مجرى سيل او مجرى نهر او 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 فلما بيحصل سيول هيحصل ايه ان المصنع بتاع كله حيتشال يبقى انا جئي انا عملت اي حاجة يبقى كل المستقبال يضاع كل حياتي اللي انا بفكر فيها ضاعت يبقى اذا انا لازم احط في بالي المكان اللي انا هحط فيه المصنع ده هحطه فيه ما بين جبال ما بين احراش ما بين مثلا مستقعات ما بين مثلا مواطق صناعية تانية او مصنع تانية بتعمل ابخيرة او ادخنة او بتعمل حاجات ممكن تضر عندي المنتج الغذائي اللي بطلعه بعد كده توفر الصرف الصحي ان انا ببدأ بعمل شبكة صرف صحي للمصنع طب لما هيطلع بقى مخرجات المصنع دي او المخلفات بتاعت المصنع دي من الصرف الصحي حوديها فين حرميها في الجبل او او اعمل تلوث حولنا المصنع وتنقل المشاكل بعد كده ولا بعملها مثلا بربطها بالشبكة صرف صحي معينة بتكون عملها الدولة بحيث ان انا بعمل عملية تدوير للمخلفات الصحية اللي انا بعملها يا اما انها بستفيد منها مرة تانية يا اما الدولة بيتصرفها بمعرفتها بعد عملية ايه المعالجة طبعا وده الاساس كمان في المبادئ او او اساس اختيار المنشأة الصناعية ان عدم تأثير على النشاط السكان المجورين ان يكون المصنع بتاعي ما بيعملش اصوات عالية او ان انا حنشق المصنع بتاعي جنب منطقة السكنية فبيحصل ليه انه بيعمل اصوات عالية فيه الاسناء التصنيع فيأثر على الناس اللي سكنين او السكان اللي سكنين حوالين المنشأة ويجي بعد كده يشتجوني ويعملوا مشاكل مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة فيجي لي منها بقى مشاكل بغلق المنشأة بتاعتي فاذا انا لازم راعي الحاجات دي اثناء اختيار لمكان او اختيار للمصنع اللي حبدأ اعمل عملية لانشاء طيب دي من ناحية اختيار الموقع للمصنع او المخابس طيب انا دلوقتي اخترت المكان اخترت حتة الارض او قدعة الارض اللي هشتغل عليها خلاص وبدأت تلافى كل المشاكل اللي احنا قلناها دي كلها واخترت المكان الكويس وعملت حسابي في اختيارات اللي احنا قلناها طيب بعد كده ايه اللي حد استخدمه تاني او هحتاجه تاني في المصنع بعد انشاءه او بعد اختيار مكانه الالات الالات اللي هستخدمها في المصانع والمخابس طيب دي ليها نقط معينة اه ليها نقط معينة او ليها اساس معينة لازم نعتمد عليه في عملية الاختيار ايه هي اول حاجة الدولة المنتجة للالات والاجهزة الدولة المنتجة للالات والاجهزة انا عندي في المقطة دي كلام جميل اول ايه هي بقى يتم اختيار الاجهزة والمعدات من مواطق مختلفة حسب سمعة الدولة التكنولوجية ومتانة الالات بها وتوفر قطع الغيار وعمرها الافتراض طيب ناخد النقطة دي كده سريعا كده بالتفصيل الاجهزة او الالات عموما بيبقى عندنا فيها منطقتين شيعين جدا ومعروفين وحنا كلنا عارفينهم حاجة اسمها المنطقة الشرقية لصناعة الالات والاجهزة وفيه المنطقة الغربية برضو في صناعة الالات والاجهزة طيب المنطقتين دول بيحصل فيهم تنافس كبير جدا فيه انتاج المعدات والالات طيب المنطقة الشرقية اللي هي عبارة عن ايه دولة اسيا عموما او منطقة قارة اسيا عموما وروسيا او دول الاتحاد الزوفيتي اللي احنا نقولها عليها قديما طيب المنطقة الغربية عندك اللي هي الاتحاد او اوروبا وامريكا شمال امريكا شمال القارة الامريكية اللي هي بنوعها دولة امريكا يبا يزد هي دين تنافس طول عمرهم ما بين المنطقتين دول المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية اللي هي بتضم اوروبا وامريكا والمنطقة الشرقية اللي احنا نقولها عليها بتضم اسيا ومنضها من الروسيا والصين طيب انا عندي بقى في اختيار الالات دي انما ما بختار ما بين الاتنين دي لها ميزات ودي لها ميزات دي لها عيوب ودي لها عيوب معروف ان التطور التكنولوجي كان زمان او معروف ان المنطقة الغربية هي كانت تزوء الصورة التكنولوجية العالية في انشاء او صناعة المنتجات والالات دلوقتي دخل معاها الصين في تصورة التكنولوجية بتاعتها بحيث انها بقت منتجاتها وبقت الالات والاجهزة اللي بتعملها بقت فيها تكنولوجيا عالية بدأ الناس اللي جاء ليها لانها ايه لانها رخيصة السمن وفي نفس الوقت بتدينا كفاءة عالية طيب انا دلوقتي لما حاجة اشتري المكان واشتري الالات دي عشان ادخلها المصنع انا لازم احط في اعتباري اكتر من حاجة اول حاجة زي ما قلنا التكنولوجيا ان التكنولوجيا دي بتوفر علي ايه بتوفر علي منتج اكتر وتوفر علي عمالي يعني تديني منتج اكتر في وقت قليل وتوفر علي عدد عمال طيب انا باول حاجة احطها في دناجة هي التكنولوجيا طب تاني حاجة عندي إيه؟ الآلات اللي أنا بستخدمها دي متينة ولا مش متينة؟ هل هتقدر أن أنا بعد ما أجيبها أجيبها بعد شهر تقول لها عايزة أعمل لها صيانة ولا بعد السنة ولا بعد سنتين؟ طيب توفر قطع الغيار لهذه التكنولوجيا بتفدني؟ قطع الغيار موجودة ولا؟ وقطع الغيار دي بتقعد فترة طويلة ولا بتحصل لها تلف بسرعة؟ طيب ده كله لازم نحط في عطباري طيب يبقى أنا ده أساس اختياري في عملية إيه؟ عملية الدول المنتجة للأساسي يبقى أنا بشوف الدولة دي متطورة تكنولوجيا الآلات بتاعتها بتستحمل الشغل ولا لأ؟ هتبدأ تتعمل لها صيانة بعد مدة طويلة ولا بعد مدة قصيرة؟ هتبدأ توفر لي قطع الغيار بشكل سريع ولا هتقول لي لا خلاص أنا بخط ده ما بقيتش أنتجه تاني فمعنديش لي قطع غيار ليه فأنا أتحمل خسارة بأن أنا أشتري آلات جديدة ومنتجات جديدة أو أجهزة جديدة ده كله لازم نحطه في اعتباري طيب تاني نقطة عندي توفر للعملة وطريقة السداد برضو زي ما أنا قلت عندي المنطقتين الشرقية والغربية دي برضو زي ما احنا قلنا أن فيه تنافس فيهم في المنتج أو الآلات أو الأجهزة كمان فيه منهم تنافس في عملية تمويل عملية تمويل أو شراء المنتجات دي إزاي؟ فيه منطقة الغربية أو منطقة الشرقية تقولك إيه؟ آه أنت ممكن تشتري من عندي الآلات دي والأجهزة دي وأنا قدي أديك فترة ضمان أو فترة ضمان مثلا خمس سنين أو عشر سنين للمنتج ده أي حاجة تحصل فيه تلف فأنا بديك قطع الغيار بتاعته ببلاش أو بجيب لك العمال والفنيين اللي يقدروا يصلحوا لك الآلات دي من غير محملك تكاليف الصيانة دي برضو لازم نعطيها في اعتباري المنطقة الغربية تقولك لا أنا بديك مثلا المنتج بتاعي كبيرك مثلا الضمان ليه سنة أو اثنين أو ثلاثة ده فترة الضمان اللي أنا قدر أديها لك والفنيين من عندك أو تجي تضربهم عندي أو 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 كلام ده جميل؟ طب المنطقة الشرقية في السداد ممكن يجي يقولك آه زي ما احنا قلنا ممكن أديك فترة سماح للسداد خمس سنين عشر سنين تقدر تسدد فيهم قيمة الآلات دي المنطقة الغربية يقولك لا أنا ما أقدر شدي من اثنين لأكتر من ثلاثة أو خمس سنين في فترة السداد المنتج لو أنت حبيت تاخب مني قرد أو تاخب مني الآلات دي فإذا فيه تنافس والتنافس ده بيديك فايدة إنك تختار الحاجات اللي تنسبك أنت من ناحية إيه؟ من نسبك اللي تنسبك ماديا يعني بتنسبك ماديا أنا معايا فلوس معينة أو قدر معايا من المال أقدر أشتري بيه اللي أنا يتناسب معايا في فترة السداد بيتناسب معايا في توفير قطع الغيار بيتناسب معايا في صيانة هذه الآلات اللي بستخدمها في عملية التصنيع أو في إنشاء المصنع بتاعي تلت نقطة عندي التكنولوجيا الحديثة المتوفرة بالأجهزة وده احنا يمكن قلناها في الشرح أول حاجة من الفايدة في التكنولوجيا الحديثة دي لأنها بتعمل زيادة الانطاقة الانتاجية استخدام مصادر طاقة غير تقليدية خفض أعطال الأجهزة والآلات إنتاج منتج غزائي أمن آمن بصفات جودة عالية إحكام الرقابة على أقسام المصنع وربما تكون أوتوماتوكية توفير الأيدي العاملة دي الفايدة أو الفايدة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأجهزة طيب بعد كده عندي في النقطة التانية من مبادئ الأولية لإنشاء المصنع والمخابز اختيار الأيدي العاملة طبعا الأيدي العاملة أنا عندي نوعين من الأيدي العاملة عندي طبعا أنا خلاص عملت المصنع جبت له الألاب بتوعه يبقى أنا أفضل لحاجة تالتة بقى ودي المهمة عندي مين اللي حيتعامل أو مين اللي حيشغل المصنع مين اللي حيدور المكان بتاعه مين اللي حيدير المكان أو مين اللي حيدير الناس اللي بتشتغل فيه أو الفنيين اللي حيشتغلوا فيه تشغيل المكان ده يبقى أنا عندي حاجتين لازم أخلي بالي منهم في الأيدي العاملة أول حاجة الإدارة إدارة المكان المدير بتاع المكان ده حيبقى صفاته إيه وده حتقوله دلوقتي وصفات العمال صفات الصناعية صفات الفنيين اللي هيشتغلوا في المصنع أول حاجة عند صفات ومهارات القائم بإدارة المصنع اللي هو مدير المصنع أول حاجة الإلمان بالخبرة العلمية والدقة النازمة يكون متعلم كويس جدا حصل على شهادات عالية حصل على شهادات خبرة عالية من كذا منشأة ومن كذا مكان ودقيق في شغله ويقدر يشتغل ويدير المكان بشكل زو خبرة كبير الإلمان بالشؤون الإدارية والمالية لازم يكون عارف إزاي يتعامل مع الأمور المادية جوه المنشأة عندي إزاي يتعامل مع الحسابات إزاي يتعامل مع شؤون العاملين وهكذا شؤون الإدارية اللي جوه المصنع قوة الملاحظة والقدرة على تبع الحركة في المصنع وتدارك الأخطاء قبل وقوعها الحزم وسرعة اتخاذ القرار لو حصلت له أي مشكلة أو حصل أي مشكلة داخل المصنع سواء كان في توريد منتج سواء كانت مشاكل ما بين العمال وبعضها سواء كان مشكلة فيه الآلات إزاي يقدر يتخذ قرار سريع من غير ما يحصل له أو يعمل له أي خسائر فيه فيه أثناء التصنيع بتاعي طيب حسن المعاملة ويكون موضع ثقة وحب العمال أو حب العمل يعني يكون عنده ثقة أو فيه عنده زي ما نقول إحنا إيه كارزمة أو عنده موهبة إنه يجمع الناس حواليه يحببهم في المكان يبدأ يشتغل معاهم ويحسسهم بإن المكان ده بتاعهم بإنه منتبين لهذا المكان ده لازم تكون من الصفات الأساسية في المدير الناجح علشان كل مكان المدير ناجح كل مكانة المنشأة اللي إحنا بنشتغل عليها أو بيشتغل فيها ما تكون نجحة كل مكانة المنشأة بتحوز على ثقة الناس كل مكانة المنشأة جاذبة للعمال وجاذبة للمسوقين لهذا المنتج يبقى إذن المدير عندي ده أساس إنه هو يقدر يحبب أو يلمب المواضيع في الموجودة في المصنع بحيث إنه يحقق لي الهدف اللي أنا برجو إليه اللي هو إن شاء الله أكبر دخل ممكن ويحقق لي أكبر عائد ممكن للمنشأة الصناعية بتاعتي وبالشكل ده يبقى عندي المدير ناجح في أموره والمنشأة عندي تكون كلها نجحة دي صفات ومهارات القائم بإدارة المصنع نتنقل بقى ليه صفات ومهارات العمال العمالة الفنية بمصانع الأغزية أول حاجة عندي لازم يكون سليم خالية من العاهات والأمراض المعدية طبعا طبعا لازم قبل ما يخش عندي العامل في المصنع لازم يكون أولا معاه شهادة صحية إنه لائق شهادة صحية إنه لائق ليه؟ مفيش عنده أي مشاكل عاها لقدر الله فيه عنده مشكلة في إيده عنده مشكلة في رجله عنده مشكلة مثلا في النظر الكلام ده كله بقدر أوجهه للمكان المناسب للمشاكل اللي عنده محطوش مثلا على مكانة محتاجة عمل يكون شاق وأبدأ أحطه فيه فتحصل عندي مشكلة في خط الإنتاج يبقى إذن يبقى معاه شهادة صحية بإنه سليم ومعافى ما عندوش أي أمراض أو أوبئة أو 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 تأثر على عملية الإنتاج ويكون للأسف واللي قدر الله يعني معدي لبقية زميله في المصنع وبالتالي يحصل عندي خسائر في المصنع أن يكون أمين مطيعا ومقدرا للمسئولية ملتزم بالنظافة والأخلاق الحميدة يعني يكون يقدر يقول يعني يكونش بيعاند ما يعملش مشاكل مش كل حاجة مثلا تيجي تقوله عليها أو توجيه ليها يقولك لا أو كذا أو كذا لا يكون إنسان مطيع ملم بالنظافة بتاعته يكون مظهره كويس لأنه طبعا تعرفين أن المنشأة الصناعية دي زي ما احنا قلنا بيحصل لها زيارات ميدانية كتيرة بتلاقي فيها مثلا حد من وزارة الصحة حد من وزارة الصناعة كلام دا كله بيخش يشوف المصنع من جوه لو لقى إن في عندي عامل مش مهتم بنظافته أو مهتم بكذا كذا ده ممكن يعرضني ليه المسألة القانونية وبطبعا ليه الخسارة المادية تالت حاجة عندي يتمتع بالعادات الحسنة ويتعد عن العادات الرزيل يعني ما يكونش مثلا بيتلفظ بألفاظ مش كويسة بيتعامل بعنف يتعامل بكذا لازم يكون بعيد عن الحاجات دي كلها رابع حاجة عندي أن يكون على درجة عالية من المهارة منظما هذا الطباع زكي حسن التصرف يؤدي عمله بدقة وأحكاب طبعا دي كلها الصفات اللي احنا بقول عليها بتقديني مبارك بتقديني في الآخر إلى أننا بيكون عامل متميز وعامل ناجح في كل أمور إن شاء الله بعد كده من المبادئ عندي الأولية لإنشاء المصنع والمخابس استخدام الدعاية وطرق التسويق طبعا استخدام الدعاية وطرق التسويق ده شيء أساسي في عملية الإنشاء أنا خلاص اخترت المكان وعملت المصنع اخترت العمال والإدارة اللي حتدير المصنع طيب هسوأ بقى المنتج إزاي هبدأ أحط بقى الفكر في دماغي لعملية تسويق المنتج بأن دلوقتي المصنع إنشئ وتحط أساسي وكل حاجة وبقى في عمال وكله وكله تمام وبدأت دلوقتي أنتج المنتج بتاعي هل حنتجه وحطه جنبي ولا حنتجه وأبدأ عملية التسويق لي لا حنتجه وأبدأ عملية التسويق لي فإذا لازم أن أكون أنا كمان دارس وفاهم إزاي أبدأ أسوأ المنتج خلي بالك إحنا قلنا إيه؟ إن إحنا بنقول بنخرج من قسم الصناعات الغذائية طالب، فاهب، واعي، مدرك بكل المشاكل اللي ممكن تحيط به أثناء عملية خروجه للعمل وأثناء عملية عمله في المصانع أو المنتج الغذائي عموماً فإذا إحنا لازم كده نكون مركزين وفاهمين أن مادة الصناعات الغذائية أو قسم الصناعات الغذائية هو كل متكامل بكل مواده اللي إحنا بندرسها من ضمنها مادة تكنولوجيا المصانعية فإذا لازم تحط في بالك أن أنت تكون عارف بكل الأمور دي كلها حتيدك في حياتك العملية لما تتخرج إن شاء الله وتعلي من قيمتك سواء كانت العلمية وبتعلم من قيمتك المادية إن شاء الله لما تكون متخرج بس نكون نركزين مع بعض وفاهمين ونتناقش مع بعض لو في أي حاجة مش واضحة نبدأ نوضحها في درسنا الجاية إن شاء الله طيب إذا نرجع تاني لدرسنا المبادئ الأولية لإنشاء المصانع والمخابز استخدام الدعاية وطرق التسوق دي أول نقطة أو آسف تالت نقطة بتكون من المبادئ الأولية أول حاجة عندي قرب المصنع من السوق يقلل من التكلفة ده أكيد إن أنا دلوقتي لما المصنع يكون جنب أسواق البيع حيوفر علي أن أنا أبدأ أنقلة حيوفر علي وقت حيوفر علي بنزين حيوفر علي عربيات النقل اللي بنقل فيها المنتج يما يكون مناطق التسويق ولذلك لو إحنا شفنا برضو في نقطة لازم من نجربش عننا أو نذكرها بشكل سريع الدولة دلوقتي وهي بتعمل المناطق الصناعية الدولة بتعمل المناطق الصناعية بتلاقي جنب منها المعارض اللي بتنتج أو اللي بتوزع أو اللي بتبيع المنتج بتاعها بتبيع المنتج بتاعها فإذا لازم بتسهل على عملية التسويق للمنتج الزرع طيب موقع المصنع من مكان مرور يجعل من وجهة المصنع دعاية جيدة بناء مصانع الأغذية على طرق رئيسية وتصميم وجهتها بشكل يجزب انتباه المارة بهذه الطرق طبعا دي كلها من وسائل التسويق طيب تاني حاجة عندي أو تاني حاجة عندي كيفية التخلص من الفضلات ومخلفات المصنع عملية التخلص من الفضلات من العمليات المهمة ويجب التخطيط لها عند تصميم هذا المصنع أو المغبز وتلجأ إلى إجراء معاملات خاصة على الفضلات أو المخلفات النتيجة طبقا للقوانين البيئية التي تنص عليها الدولة المقامة بها المصنع يعني أنا بغضع في النقطة دي أو في التخلص من مخلفات المصنع للقوانين وشوف الدولة قوانينها إيه وزارة البيئة بتقول لي آه المصنع عندك المخلفات بتاعته دي هتوديها عند المصرف الفلاني أو هتوديها تعمل لها عندك أنت محطة معالجة أو في المصنع بتاعك بحيث أن المنتج أو المخلفات اللي بتخرج من عندك دي تعمل لها عادة تدوير تدخلها فيه منتجات أخرى أو تقرجها بشكل آمن من المصنع ما يحصلش ما يعملش أي ألأ أو أي تلف للمناطق المحيطة بالمصنع آخر حاجة عندي هي مصادر الطاقة والمياه ده لازم تكون أساس من أساسات أو المبدأ أساسي من إنشاء المصانع والمكابس مصادر الطاقة عندي بتتعدد لإيه؟ أول حاجة طاقة كهربائية تاني حاجة الطاقة الحرارية تالت حاجة الطاقة الشمسية وكيفية اللي احتياط من خطورتها يعني أنا خلاص عما جبت مصادر الطاقة عندي وعرفت أنا هشغل المصنع إزاي سواء بيه الكهرباء سواء بيه استخدام الحرارة من أفران وحطب أو سواء بين فاحم الكلام ده كله أو الطاقة الشمسية أنا بستخدم الواحش الطاقة الشمسية اللي احنا بنعرفينها دلوقتي واللي الدولة بتسعى إليها علشان تعمل تقليل في استهلاك الطاقة أو محطات الطاقة الكهربائية لازم أعمل احتياطات الكاملة عشان لو حصل أي مشكلة عندي أثناء استخدام هذه الطاقة بتحول لحاجة تانية أو لطاقة تانية بديلة تقدر توفر لي الكهرباء اللي بشغل بيها المصانع بعد كده عندي مصادر المياه مصادر المياه عندي إيه ما مصادر مياه جوفية أو مصادر مياه سطحية عن طريق استخدام المياه الجوفية زي ما قلنا نحن الأبار في المياه الجوفية أو مياه سطحية بيكون قريب من مجرى نهر النيل أو باخد مثلا من محطة معالجة محطة معالجة جنب مني محطة مياه جنب مني ببدأ أستهلك المياه منها طبعا دي المبادئ الأساسية لإنشاء المصنع يا جماعة زي ما قلنا أو يا حبابي وطلاب زي ما قلنا مادة تكنولوجيا المصانع والمخابز هي مادة مهمة جدا شيقة جدا بتبني لك أساس لمستقبلك حياتك العملية نركز فيها كويس جدا نراجع فيها درسنا إن شاء الله اللي بنقولها وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح وتابعونا على قناتنا قناة التعليم الفني على اليوتيوب وقناة التعليم الفني على الفيسبوك وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة